بطبيعتها القبلية الساحرة تبدو كتحفة فنية فريدة يافع تلك الأسطورة الخالدة وذلك الشموخ الظاهر في مبانيها المنتصبة على قمم القبال لم يكن الموسم جيدا هذا العام شحة الأمطار كانت سببا في تراجع المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها يافع ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الطبيعة فيها لم تتغير المدرگات الزراعية في القبال واحدة من أهم الدلائل على صلابة الإنسان هنا في موسم الأمطار تتحول هذه المدرگات إلى واحة خضراء تغطي القبال ويتحول المشهد إلى تحفة ليس لها مثيل هنا في هذه الحقول الخضراء تنتصب أشجار القات والقليل من شجارات البن اليافعي لا يزال أحدهم محتفظا بزراعتها رغم شحة المياه كما يقولون وكما هو معروف فأن معظم الرجال في يافع يفضلون الهجرة ولا يبقى سوى النساء والأطفال ويترتب عليهم مهمة الزراع والاهتمام بها هنا نرى في هذه الوجوه تلك العزيمة التي أكسبتهم إياها الطبيعة القبلية وتبدو ملامح الرجولة المكتملة ظاهرة على وجوههم ولا يزالون أطفال بطبيعتها القبلية ومناظرها الخلابة تبقى يافع مزارا سياحيا يستحق المعاناة والسفر في أي وقت لطفي إبراهيم قناة بلغيس يافع ترجمة نانسي قنقر